السلام عليكم طلبتنا الأعزاء محاضرتنا لهذا اليوم بتحديد مقدار الضريبة ونقصد بتحديد مقدار الضريبة مقارنة بالدخل أو اللعاء الذي لدى الأفراد الموالغ الموجودة لدى الأفراد شقد حتكون نسبة الضريبة أو الجزء المقطع من الدخل كضريبة وتوجد طريقتين لتحديد سعر الضريبة الطريقة الأولى أنه أنا ما أحدد تحديد مقدار الضريبة ومسعر الضريبة الطريقة الأولى أنه أنا ما أحدد سعر الضريبة وإنما فقط أحدد المبلغ الإجمالي اللي يفترض أحصل عليه أما الطريقة الثانية فهي لا أنه أنا أحدد سعر الضريبة بس ما هيكون معلوم عندي مقدار المبلغ الإجمالي اللي راح أحصل عليه وهذا هنوضحها بالتفصيل أولا طريقة التحديد المسبق للضريبة إحنا قلنا طريقة جديدة إما أنا أحدد مبلغ إجمالي أو أحدد سعى الضريبة من أحدد مبلغ إجمالي إذن هذه ضرائب شنية توزيعية هنا المشرع يكتفي بتحديد المبلغ الإجمال يعني أنا كدولة أريد ضريبة توزيعية مقدار 10 ملايين إذن أنا كدولة أحتاج 10 ملايين ضريبة إحنا السلطة التنفيذية حتوجه الوحدات حتبدي تقسم هذا المبلغ على الوحدات الإدارية على مودة تحصل مبلغ ضريبة فإحنا الوحدات الإدارية حتبدي تقسمها على فروحها مبلغ ضريبة شون يفترض أنه يكون كل وحدة اقتصادية إيش قد مبلغ لازم تدفع مبلغ من هذه الضريبة الإجمالية فهنان هيكون عندي أنه أنا كمجمل 10 ملايين 10 ملايين تقسمت على الوحدات الاقتصادية الوحدات الاقتصادية على الفروح الإدارية كافة تقسمت بحيث هيكون عندي مبلغ متساوي حينفرض أنه كل الوحدات حتزودني بس هنا صحية أني حصلت على المبلغ الإجمالي بهذه الطريقة أكو يقين أنه أني عندي معرفة من نيزات هاي الضريبة أنه أني عندي معرفة مسبقة أنه أني جد حتكون الحصيلة ماتي ليش لأنني محددتها بس من عيوب هذه الطريقة أنه أنه هي مدة راعي الوضع الاقتصادي أو النشاط الاقتصادي القائم الشي الثاني أنه أنا هنانا ما حددت ماك مرونة عندي أنه بتحصل الضراب أو أنه قد أكو بعض الوحدات تعاني من أزمات أنه ما تقدر تدفع لمبلغ الضريبة هنانا أنا مراعتها شيء مراعة العدالة أنه أكو وحدات اقتصادية ممكن تحقق عوائد كبيرة وأكو وحدات اقتصادية ممكن تحقق هسائر هذه كلها مراعتها إذن هذه الطريقة تتميز بعدم العدالة في التحصيل نجي على الطريقة الثانية عدم العدالة بالتحصيل ليش؟ لأن هنا ماكو مساوات الطريقة الثانية اللي هي لا أنا هنا احنا قلنا بالطريقة الأولى أنا ما حددت السعر الضريبة ما قلت ضريبة بنسبة 5% 10% لأ أنا حددت مبلغ إجمالي أريده الطريقة الثانية لا أنا حدد السعر الضريبة بس من أحدد السعر الضريبة أنا ما أعرف المجمل الجيد حيطلع أنا ما متأكدت المبلغ الإجمالي جيد حيكون 5 ملايين 10 ملايين 15 مليون ما عندي علم ما عندي علم بس أنا حددت السعر الضريبة على أساسه حيدي مسألة تحصيل الضريبة من الوحدات الاقتصادية والإدارية عندنا نوعين من الضرائب ضرائب نسبية وضرائب تصاعدية كلاهما راعي مسألة أو وضع الظروف الاقتصادية للوحدات الاقتصادية ظروف يمر بها البلد بها عدالة كلاهما راعي قدرة المكلف على الدفع الضريبة يعني بها عدالة مع الاختلاف ببياناتهم نجي على الضرائب النسبية الضرائب النسبية يقلنا أنه هي تحدد سعر ثابت ما يتغير يعني أنا أفرض مثلا 10% من الأرباح على كافة الأرباح اللي حصلوها المستثمرين أو المنتجين حددت 10% بس حددت 10% هنا نبيها عدم عدالة عدم عدالة علم للمنتجين الصغار اللي هما دخلهم محدود اللي هما بعدهم بداية مشروعهم بس أصحاب المشاريع العملاقة والمستثمرين والمنتجين الكبار هنا ما هيتأثرون ليش لأنهم أرباحهم طائلة فنسبة العشرة بالمية ما هيتأثر عليهم مثل المنتج المبتدئ اللي بعده فهنا هذي بها عدم عدالة وبها كأنما ظلم الأصحاب الدخول مو المحدودة المستثمرين أو المنتجين الصغار نجي على الضرائب التصاعدية الضرائب التصاعدية لا هنا كل ما يزيد الدخل يزيد المادة الخاضة على الضريبة مثلا عندي أفرض على اللي دخل ألف دينار أفرض خمس دنانير زاد الدخل من ألف إلى ألفين أفرض عشر دنانير زاد إلى أربعة آلاف أو أكثر يصير خمسطعش إذا هنانا كل ما يزيد الدخل شون اللي هيزيد عندي مقدار الضريبة فهنان مقدار الضريبة ممكن يزيد بنسبة أكبر من زيادة الدخل يعني هنانا كل ما حصلت زيادة بالدخل هنا الضريبة هزيد بنسبة أكبر فهنان كأنما أنا على أصحاب الدخول المرتفعة ده أزيد الضرائب مو على أصحاب الدخول المنخفضة اللي دخل أقل من ألف مقدار ما أفرض من الضريبة وحن جاهزة على موضوع العفاءات الضريبية فمثلا من ألف وفوق أبدأ أن أفرض ضريبة لأقل من ألف لأصحاب الدخول المنخفضة لا هنا أنا ما أفرض عليهم ضريبة هتكون أكو مراعاة وسماحات ومراعاة خاصة لأصحاب الدخول المنخفضة إذن ضراء بالتصاعدية بها عدالة أكثر من ضراء بالنسبية أو التوزيعية الشيء الآخر أنه هنا نتراعي قدرة المكلف هنا هتصب كأنما الجزء الأعظم من حصيلتها تحصيلها يكون من أصحاب الدخول المرتفعة وهنان سواء كانت ضراء بتصاعدية أو نسبية أنا هنا ما قدرت أحدد الحصيلة وإنما حددت حددت السعر على عكس الضراء بالتوزيعية اللي أنا اللي صار بها أنه أنا حددت الإجمال المبلغ اللي أحتاجه محدد السعر للضريبة فمحاضرتنا لهذا اليوم أتمنى تكون واضحة إن شاء الله بالنسبة لكم وشكرا جزيلا